اشتركوا في القناة الفاكهة في المنام لازم ناخد بالنا كويس جدا منها يا طرى الفاكهة اللي احنا شفناها دي كانت جيدة كانت طازجة كانت يعني صالحة للأكل ام غير ذلك فكلما كانت الفاكهة دي صالحة للأكل سليمة يعني طازجة في الموسم بتاعها ده كله بيبشر بتحقيق الأمنيات بيبشر بالنجاح بيبشر بتغييرات في حياة الرأي أو الرأية للأفضل بإذن الله بيبشر بزواج قريب للأعزب والبنت العزباء الفاكهة في المنام بيتدولها للشفاء للمريض والصحة والعافية قد تشيرت الفاكهة في المنام للخير الكتير للرأي ربما زوجت لكم إشارة لزواج قريب واللي شوف الفاكهة وهي منتسرة عليه ده بيدل على صلاحه ورود الفاكهة بتشير الاجتماع العائلة واستعادة الأموال المفقودة وأكل الفاكهة بيشير لنجاح الهلاقات العاطفية خاصة الصلاح والخير لما تشوف الفاكهة بتنصر عليك في المنام ده بيدل على صلاحك وخيرك يمكن أن ده إشارة لأن أنت بتتمتع بصمع طيبة واسلوك حسن المتزوجة لأن هي بتعيش حياة زوجية سعيدة ومستقرة الحامل اللي تشوف الفاكهة في المنام دي بتبشرها إن شاء الله بخير وبولاد الطفل معافة وسليم والرؤية دي يعني لها معنى بيأخر بيدل على تحسن الأحوال المادية رؤية الفاكهة في المنام يعني بتدل على مال وخير ورزق إن شاء الله رؤية الفاكهة الرطبة في المنام بتدل على مال بيذهب بسرعة وده طبعا لسرعة فساتها رؤية الفاكهة اليابسة قد تدل على المال الدائم والرزق الوفير إن شاء الله رؤية الفاكهة الحمضة في المنام بتدل على الخصومة ونزاع ومشاجرة هتحصل ما بين الرأي وغيره نسأل الله العفية الفاكهة في المنام يعني زي ما قلت لكم او الفاكهة في المنام من الرأي اللي لها اشرارات ودلالات كتير جدا ولكن اغلبها ان شاء الله بتبشر باخبار مفرحة وسعيدة قادمة للرأي سواء كان شاب اعزب او بنت عزباء او مرأة متزوجة بيبشر ان شاء الله بتغييرات في حياة الرأي او الرأية للافضل بإذن الله واللي يشوف ان هو بيجطع الفاكهة ده بيدل على يعني انتهاء المشكلات الموجودة في حياته وحل الازمات بيدل على زوال الهموم اللي بتلاحقه اشارة على انقلاب حياتها لأضعية افضل من زي قبل ولما تشوف المتزوجة انها بتشتري الفاكه بيدل على الخير والرزق والسعادة القادم لها بإذن الله الفاكهة في المنام من الرأة اللي ليها اشارات عدة بتبشر ان شاء الله الاقتراب الخير ليها والزوجها القريب بإذن الله ولما تشوف العزباء ان هي بتاكل الفاكه ده بدلالة على رزق كتير قادم لها في القريب العاجل ولما تشوف العزباء ان هي يعني شخص بيدي لها فاكه بيدل على قدوم السعادة والشعور بالألفة والحب وبتبزل حياتها للأفضل الفاكهة في المنام يعني بيدل على أمور عدة ان دلالتها قد تكون ميسرة ولادتها تكون ميسرة عزرا ان شاء الله وقد تتمتع بوفر الصحة والعافية روية الفاكهة في المنام ايضا من الاحلام المهمة جدا اللي بتدل على تغييرات وقدوم أخبار مفرحة للرأية والرأية وده طبعا بيكون حسب نوع الفاكهة اه ولكن يعني أغلب أنواع الفاكهة بتبشر بالرزق وبالمال القريب جدا للرأية والرأية بشرط ان هي تكون صالحة اه للأكل اه وفي الموسم بتاعها ربنا ببشركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية وعايز فسرها ياريت يكتبها الناس في الفيديو احنا بفصرها لكم فسروا ما تنسوش تشيركوا بالقناة وتفعلكوا رأس علشان قناتكم وتوصل لكبر قدر ملكم الناس واللقاء في ديو اخر السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة